اشتركوا في القناة هذا البرنامج الذي نناقش فيه أبرز الأحداث الرياضية في بلادنا نحللها ونتحدث عنها ونستضيف المعنيين فيها أبرز الأحداث الرياضية مشاهدين الكرام هي مشاركة منتخبنا للشباب في البطولة أو في التصفية الأسيوية التي تقام في الدوحة بقطر وأيضا هناك أخبار أخرى التي تعنى بالأندية الرياضية اليمنية سنستضيف أيضا رئيس نادي التلال والذي يعني هذا النادي العريق الذي هدد بالانسحاب من بطولة الدورية التنشيطي التسفيات والمرحلة الختامية لهذا الدوري وهناك أخبار كثيرة في ألعاب مختلفة مشاهدين الكرام سنستضيف أو سنستفيد فيها ولكن بعد هذا الفصيل أهلا بكم من جديد مشاهدنا الكرام وسمحوا لي أن نرحب بضيفي وضيفكم المعتاد الأستاذ عبدالعزيز الفتحة أهلا وسهلا بك أستاذ عبدالعزيز أشكرا أكرم وأشكر قناة عدن للمرة الرابعة لا أنت خلاص نصبحت معنا على طول إن شاء الله أستاذ عبدالعزيز وإحنا مستمرين على طول وأحداث رياضية كثيرة مشاهدين الكرام أبرز الحدث وهو المكان هو ملعب أكاديمية إسباير بقطر والزمان هو السادس من نوفمبر 2019 أما المناسبة فهي المباراة الأولى لمنتخبنا الوطني للشباب بتصفية كأساسها للشباب 2020 ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سيرلينكا وتركومنستان وقطر مباراة لا تقبل قسمها على اثنين يدخل أبناء المدرب القدير أمين السنين اللقاء الأول وعيونهم على نقاط المباراة وخطفها الدقيقة 15 القائد منيف جسر يتحصل على ركلة جزاء ينفذها محمد سلايا بنجاح تستمر المباراة ويحاول منتخب تركومنستان العودة في المباراة ولكن تألق دفاعات الأحمر اليماني وقفت أمامهم الدقيقة 35 المتألق أحمد ماهر يخطف كرة من بين دفاعات المنتخب التركومني ويسكنها في الشباك بنجاح ينتهي الشوط الأول بتقدم أسود آسيا بهدفين دون رد الشوط الثاني مشاهدين يدخل المنتخبان ويحاول منتخب تركومنستان تقليص الفارق وهو ما تحقق لهم بحلول الدقيقة الثامنة والأربعين وتقليص الفارق لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا الوطني بهدفين لهدف ليعلن الحكم نهاية المباراة ويحقق رفاقاء منيف جسار المهمة الأولى بنجاح بعد رحلة قاسية من العاصمة الصنعاء حتى الرياض وصولا إلى التوحر هدف أول يأتي للمنتخب التركومنستاني الآن كرة كانت حاضرة من حارس المرمى نقلت أمانية بالطلاقة من الجبهة اليسرى للمنتخب التركومنستاني الزميل لكن محمد عبد الوهاب يكرر التسديل يكرر التسديل المرة الثانية ناجحة كما الأولى أعدها يا توجي سويكر أو لم تعدها محمد عبد الوهاب يسجلها والمتخب اليمني يتقدم والجماهير اليمنية تسعد من الجبهة اليسرى محمد الوجي يلعب كرة أمانية ثاني 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 الله الله حط بصبتك تستحق سجل هدفك يا أحمد ماهر تستحق وثاني الأهدف لأن هذه الجماهير أهلا بكم من جديد مشاهدنا الكرام إذن كما شاهدت المباراة تعلق كبير في الشوط الأول وتوقعنا نتيجة أن تتضاعف ويكون في أهداف أكثر في الشوط الثاني انطباعك عن المباراة بشكل عام؟ أولا في البداية نتمنى شيفاء للأستاذ عبدالله قايد المنسق الإعلامي عفا الله عفا الشباب كذلك ألف ألف مبروك للمنتخب أول ثلاث نقاط وتحقيق المهمة بنجاح بعد رحلة مباسية هي كانت شبه مضمونة يعني هي شبه مضمونة يعني الكثير من المحللين توقعوا أنه مباراة في الجيب يعني أهدا أول مجهودات فردية شوط أول مجهودات فردية من اللاعبين وتحقيق هدفين وينتهي الشوط الأول بتغضب المنتخل اليمني بهدفين دون رد نأتي الآن إلى الشوط الثاني الشوط المدربين الشوط المدربين الذي فشل فيه المدرب القدير عامين السنيني وأتمنى أن يسمع رسالتنا من هنا من برنامج للسيديو راديو أن يعدل تكتيكه في الشوط الثاني يعني كان المنتخب ضايع في الشوط الثاني تشتيت كرات هل رأيت في تكتيك معين على أرض الملعب بالنسبة للمدرب؟ أبدا الآلية اللي كانت فيلعب فيها العجاليش؟ عشوائية تشتيت كرة تشتيت كرة واجتهادات فردية واجتهادات فردية من اللاعبين ما اضطرنا أنه سيّلت هدف يعني هذا التكتيك إذا كنا نقول أن هناك تكتيك التكتيك الذي فرض المدرب فرض علينا هدف إذا كان المدرب أراد أن يفرض تكتيك المفروض أنه كان يزيد الغلة يعني سواء كانت الكرات التي ضربت في العارضات أو صدها الحارس التلكماني لأن الحارس التلكماني تهلق كانت مجهودات فردية من اللاعبين أحمد ماهر، مونيب جسار، محمد الثلاياء ليش ما نقول أنه عدم توفيق؟ يعني أنه وصلوا إلى الحارس أو وصلوا إلى المرمى لكن لم يكن هناك توفيق أو لم يكن لدينا المهاجم أو النجاعة الهجومية التي تحسم المباراة؟ هذه الوظائف يعني اللاعب موجود بس ما توظف اللاعب في المكان المناسب هناك أمامك ثلاثة لاعب ارتكاز محمد عبداللهاب الثلاياء معكم مونيب جسار، المهاجم أحمد ماهر يعني ثلاثة هولا يعني هم قدموا مباراة جيدة يعني فوقهم الجيدة جدا بس الشعود الثاني لم يعتقد أن السنيني لم يخاطبهم بالروح المعنوية في غرف الملابس لأن المنتخب ضعف الشعود الثاني، ضعف هيقة يعني كل الكرات اللي وصلت إلى المرمى كانت مجهودات فردية لم نجب تكتيك مدرب نهائيا في الشعود الثاني وأتمنى من المدرب أمين السنيني أن تلاشى هذا في مباراة سريلانكا وكذلك في الاختبار الحقيقي الذي يظهر فيه المنطقب اليمني أمام قطر وفق المباراة التي شاهدناها، طبعا المنتخب هو تألق أمام المنتخب السعودي في مباراة ودية ورأينا مباراة أو نوع مختلف يعني ما أدري إيش المعطيات التي كانت في الملعب ولم يقدم المستوى المأمول أمام المنتخب تلكمانستان وفق هذه المعطيات، توقعاتك في المباراة القادمة للمنتخب اليمني سريلانكا ليس بالمنتخب الند مش معيار مش معيار، المعيار الحقيقي في منتخب قطر يعني إحنا محتاجين منتخب يفرض هيبته في الملعب مثلما فرضت هيبته أمام المنتخب السعودي يعني منتخب القطر ليس بالمنتخب الصعب منتخب قادم المباراة ودية خاسرها كاملة أمام العراقية أربعة ثنين، أمام عمان اعتقدة ثنين واحد أمام الهند تعادل في الدقائق الأخيرة بشكل أنفس منتخب قطر لاعب أمام سريلانكا وفز عليها بخمسة واحد يعني يعتبر سريلانكا الآن النقطة الأضعف في المجموعة في المباراة الثانية الي يوم غدا يعني حتى لو فزنا على سريلانكا بخمسة برضو مش معيار مش معيار، وإحنا محتاجين الفوز بأكثر من خمسة صدارة المجموعة صدارة المجموعة يعني مثلا نأتي للمنتخب الناشئين الذي أحلنا في منتخب الناشئين كأفض الظواز هي العشرة الأهداف المنبوطة هي اللي أحلتنا يعني فارق الأهداف إحنا لآن قطر يعني لو جينا للحسبة أن إحنا نتعادل أمام قطر ضروري أن يكون علينا سريلانكا أكثر من هدف أكثر من خمسة أهداف من أجل أن إحنا نتأهل كبط المجموعة أو في الثواني لذلك أتمنى من اللاعبين وأتمنى من الجهاز الفني الوقوف على الأخطاء التي وقعت في مباراة تركومانستان والتركيز على مباراة سريلانكا ومباراة قطر لأنها الاختبار الحقيقي لمنتخبنا الوطنيين بإذن الله في خبر آخر أيضا مشاهدين الكرام تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية من ذهاب بطولة دوري شركة طيران الملكة بالقيس لكرة القدم لأندية تعز التي ينظمها فرع الاتحاد العام لكرة القدم في تعز وتحت إشراف الاتحاد العام لللعبة وبرعاية شركة طيران الملكة بالقيس وذلك بإقامة مباراة تجمع فريقي الرشيد وأهل تعز في مواجهة قوية يدخل فيها الرشيد منتشيا بفوزه في الجولة الماضية على فريق السهام بثلاثة أهداف مقابل هدف وسيكون نمور الضبوعة أمام اختبار حقيقي لتأكيد بدايتهم القوية في البطولة عند مواجهة أهل تعز أبرز المرشحين للتدويج بالبطولة والغائب عن الجولة السابقة بعد تأجيل مواجهتهم أمام فريق السقر تطلع الفريق الأهلاوي إلى تسديل انتصاره الأول في البطولة وتحقيق بداية قوية للزحف نحو القمة من بوابة المتصدر الرشيد بالشراكة مع فريق الطليعة دوري أو يعني بطولة ملكة بالقيس هناك تداخل ما بين التصفيات أو البطولة الدوري التنشيطي وبطولة دوري بالقيس لا يؤثر هذا على مستوى اللاعبين بشكل عام؟ هو يؤثر أتمنى من لجنة من الاتحاد وبالذات لجنة اللعبة أنت تنسك جدول محدد لمثل هكذا الدوريات يعني يعتبر الدوري شركة طيران بلقيس اللي ينظم في التحز هو تقوية للأندية وظهور لعبين جدد في الأندية كذلك وفي المنتخبات بس أتمنى التنسيق والتعاون في الاتحاد من أجل أن لا تتعارض وأن لا تتوافق من ذلك إضافة كمية تأييلات مستمرة يعني يعني يمكننا قبل حوالي أسبوع كان مؤجل صحيح والآن استأنفوا قبل ثلاثة وأرباحية مستأنف وأتمنى من وزارة الشباب الرياضة أن تحدد جدوى الزمن اللي مثل هكذا بطولة دورية من أجل الجمهور يتابعها يعني تأجل تأجل تأجيل 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 المتابع يمن لمن التأجيل يعني تأجيل هذا يتعب الجمهور حتى البطولة نفسها تفتقد ألقها ورنقها ومشاهديها ومتابعيها في خبر آخر خارج إطار كرة القدم في الألعاب الفردية التي يتألق فيها الكثير من اللاعبين اليمنيين فبحضور رئيس الاتحاد العربي للجودة المهندس نعمان شاهر اختتمت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين الرياضية بالعاصمة الأردنية عمان البطولة العربية للعبة الجودو للكبار والشباب والناشئين من الجنسين التي نظمها اتحاد الجودو الأردني بالتنسيق مع الاتحاد العربي للعبة ومشاركة أحد عشر دولة والتي استمرت على مدى خمسة أيام متتالية منتخبنا الوطني للرجال حقق في الفئات مراكز مشرفة حيث حقق لاعب منتخب الكبار المركز الثالث في البطولة وفي فئة الشباب المركز الخامس كما حقق منتخبنا للناشئين المركز الثالث حيث حصد لاعب منتخبنا تسع ميداليات ملولة منها ذهبيتان للبطل علي الآنسي في وزن ستين كيلوجرام للكبار واللاعب معتز سمير البنداري في وزن خمسين كيلوجرام للناشئين وبالفضة فاز اللاعب حامد منصور طلان في وزن خمسة وخمسين كيلوجرام شباب واللاعب هشام عبدالرزاق مكابر في وزن ستين كيلوجرام شباب واللاعب عماد الدين منصور السكني في وزن خمسين كيلوجرام شباب وبالبرونز فاز اللاعب أحمد سالم أزراعي في وزن ثلاثة وسبعين كيلوجرام للكبار واللاعب عماد الدين السكني في وزن خمسة وخمسين كيلوجرام للناشئين واللاعب سالم عبدالله الهيثمي في وزن 55 كيلو جرام للناشئين واللاعب عبدالله أحزام مؤنس في وزن 66 كيلو جرام شباب وكانت مشاركة منتخبنا الوطني اليودو مشرفة ومتميزة من حيث المستوى الرفيع الذي ظهر به لاعبه المنتخب على الرغم من فارق الإمكانيات مقارقة بالمنتخبات المشاركة إذن دائما ما تبدع الألعاب الفردية خصوصا إن شاهد اتحاد اليودو متألق جدا ودائما ما نخرج لا يوجد بطولة نشارك فيها سواء على المستوى العربي أو المستوى الأسيوية لا نطلع بميدالية يعني رصيد يحسب الاتحاد واهتمام الاتحاد بهذه اللعبة ومشاركة اليمن في الاستحقاقات العربية والأسيوية والعالمية يعني هنا تسع ميداليات 11 ميلادية في رصيد الجمهورية اليمنية في بطولة عربية والمركز الثالث على الرجال ومراكز متقدمة على العالم العربي كله في ظل الواقع اللي احنا فيه في ظل الواقع يعني شيء مشرف يرفع نرفع راسنا وأتمنى رسالة من الإعلامين الرياضين الزملاء الإعلامين الرياضين الاهتمام بباقي الاتحادات وكذلك بباقي اللعبة في الوطن اليمني من ناحية التغطية الإعلامية من ناحية التغطية الإعلامية احنا صراحة كصاحفي الرياضيين ظلمنا كافة اللعب واتجهنا إلى كرة القدم انت تواكب كصاحفي قد تكون تواكب المزاج الشعبي للمواطنين هو مسجد الشعبي بس نحن نعطي هذه اللعبة حقها خصوصا بيجيب لك ميداليات بيجيب لك يعني 11 ميدالية أليس هي شرف للجمهورية اليمنية صحيح 11 ميدالية يعني أتقد أني شفت هذا في يمكن واحد أو ثنين مواقع خبارية عدن الغد وموقع آخر تداول هذه الإنجاز لم نجد في أي قناع سوى خاصة أو حكومية بما أنك جبت سيرة الصحافة الرياضية والمواقع الرياضية والإعلام الرياضي تصدر صحيفة الرياضية بتاعز وتتحدث عن الرياضة بكل تفاصيلها وفي تقرير مطول يتحدث عنها الذي أعدتها الزميلة النعائم خالد زميلتنا المتعلقة بن تاعز نشاهد هذا التقرير تنطلق صحيفة رياضية نسبوعية في محافظة تاعز تحمل اسم الاتحاد الرياضي في طياتها متفرقات عديدة من الحوارات والدوريات والاستطلاعات وتعنى بالشأن المحلي والعربي بقالب رياضي يعبر عن الروح الرياضية مبثقة من محافظة تاعز عنوين الصحيفة تسرد كل ما يقري في مقال الرياضة في الاتحادات والعندية وفروعها من كرة القدم والطائرة والشطرنق وغيرها سردت روح الرياضة بكتابها المتميزين الرياضيين وصورها المتنقلة بين الملاعب والصالات المغلقة والاحتفالات الرياضية صحيفة حملت على عاتقها إيجاد مساحة غابت منذ بداية الحرب لعالم الرياضة والرياضيين صحيفة الاتحاد الرياضي هي جاءت بناء على قرر تأخذه فرع الاتحاد العلم الرياضي محافظة تاعز في أول جلساته بعد انتخابات الفرع في منتصف هذا العام تأتي انطلاقة هذه الصحيفة هي ترجمة ترجمة لمبادئ وأهداف الاتحاد والذي هو دوره طبعا دور إعلام ومن حق العمل في الإعلام استثمار الإعلام كونهو الاتحاد إعلامي الصحيفة ماشية باستراتيجة معينات تضم جميع كتاب من جميع أنحاء الجمهورية تقدي عندما تصفحينا الصحيفة تقدينا بأن الوحدة اليمنية موجودة داخل الصحيفة كتاب من صنعاء كتاب من عدان كتاب من حضر موت كتاب من الحديدة كتاب من تعز وهكذا يعني نحن في الصحيفة لا نؤمن بالتشضي بالإعلام الرياضي نحن كنو سباقين في الوحدة اليمنية زمان ولا زلنا طبعا الصحيفة تسعى لتغذية الأخضر المحلية والعالمية والمقالات والمواضع والهادفة والنقبة البناء هذا هو أخصص الصحيفة الصحيفة الآن بالعدد رقم 2 لأننا صدر العدد رقم 0 والآن عدد رقم 2 وأيضا نسعى إلى أننا خلال بداية العام القادم نصدر مجلة رياضية شهرية إلى جانب الصحيفة إن شاء الله وسنفتتح إن شاء الله مقر الصحيفة ومقر الاتحاد في نهاية هذا العام يعني تقريبا ندخل على مشارف العام الخامس من الحرب أين وصل الإعلام الرياضي بشكل عام في ظل هذا الواقع الإعلام الرياضي ضايع يعني الإعلام الحربي تقع على الإعلام الرياضي لذلك خطوة إصدار الصحيفة في تعز تعتبر خطوة أنا أراها جبارة إن جائز أتمنى أن تلحق للمحافظات في اليمن بما حدث في تعز وإصدار الصحيفة ولكن أتمنى من وزارة الشباب الرياضة أن تفتح جناحها وتبسط جناحها للإعلام الرياضيين بشكل عام دون تمييز إضافة عندنا هنا أشكالية كان هناك صحف حكومية لها ملاحق رياضية وملاحق متابعة بشكل كبير من يعني أحيانا تشتري الصحيفة عشان الملحق عشان الملحق الرياضي يعني مثلا الثورة كنا نشتريها على عشان الملحق الرياضي عشان نقل الملحق الرياضي نحن لا نطالب من وزارة الشباب الرياضة مثلا أو من وزارة الشباب الرياضة تتبنى لنا قناة إعلامية كخطوة بداية نتمنى صحف أو مجلة دورية شهرية تصدر ولا تتركز مصادر هذه الأخبار على رياضة واحدة على جميع الرياضات يعني من شمال اليمن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه الإعلام الرياضي مهم الآن وأتمنى أن وزير الشباب الرياضة لأستاذ نايف البكرية سمعني من هنا من برقناة عدن الفضائية أن يضم الإعلاميين الرياضيين تحت كيان واحد يخدم الرياضة بشكل عام كانت قد رشحت أخبار أنه ممكن يعملوا قناة رياضية يمنية سمعنا هذه في مواقع التواصل للاجتماعي لكن لم نسمع أي تأكيد إذا كان هناك نتمنى أن يكون هناك تأكيد رسمي في وكالة الأنباء اليمنية سبا أو في السكرتورة الإعلامية لوزارة الشباب والرياضة ليس الأولى أن تكون هناك في رياضة حاليا في اليمن قبل أن تكون هناك قناة يعني الوضع الرياضي في البداية القناة الرياضية ستلم كادر إعلامي مضيع في سواء كان في السعودية في الإمارات في قطار في مصر بتستوعب هؤلاء بتستوعب الكادر الإعلامي الرياضي في المشتتين جراء الحرب كذلك يعني هذا الطاقم سيبني لنا رياضة يعني مثلا إذا انتهت القناة هذه وبدأ لنا وانطلقت بطولة الدوري التنشيطي يعني خطوة جبارة أن تنقل قناة رياضية إضافة إضافة إلى أنه يعني الجمهور متعطش يعني ملوا من أخبار الحرب وسبعين في المئة من اليمنيين تحت سن ممكن خمسة وعشرين سنة فبالتالي يحتاجوا يتابعوا أخبار رياضية قناة السعيدة أمس تنقل المباراة قناة خاصة تنقل المباراة للمنتخب الوطني المفروض كان قناة رسميا أنه يتمثى هذه المباراة وليس قناة خاصة إذن في جانب آخر أيضا نبقى في تاعز مشاهدين الكرام رئيس الاتحاد العام لكرة القدم محمد علي القدسي تحدث للاستوديو الرياضي عن أبرز التحديات والأنشطة التي يقيمها الاتحاد لنتابع سويا طبعا في البداية أشكر قناة عدن على هذه الاستضافة واستطلاع ما يدور في كواليس الرياضة خاصة في تحت كوث القدم طبعا في البداية نحن نقاني كثيرا من إقامة الأنشطة الرياضية خاصة للفئات العمرية البراعم والناشئين والشباب وبالنسبة للكبار الدائرة الدور والكرة الذحرج من نشاط إلى نشاط سواء كان في ملعب شهداء أو في ملعب الأندية الريفية طبعا الإعاقات الموجودة التي تعيق فرع الاتحاد طبعا هي الناحية المادية لو توفرت الناحية المادية يستطيع فرع الاتحاد كورة القدم أن يقوم برسالته وهو إقامة الأنشطة الرياضية خاصة للفئات التي تم ذكرها لأنها الرافض الأساسي للفريق الأول والرافض الأساسي للمنتخبات ولا بد من الاهتمام بها كونها الشريحة الأساسية داخل الأندية وداخل المنتخبات طبعا أنا كاتحاد كورة القدم دارت أنشطة كثيرة وقيمت أنشطة كثيرة سواء على مستوى المدينة ومستوى الريف ولكن كلها تنشيطية لا أساس لها من الفائدة هناك دوري تنشيطي واحد التي أقيم تحت رعاية اتحادية من كورة القدم والذي كان الأندية الدرجة الأولى والثانية وتم حسم البطولة البطولة المحفظة النادي الأهلي بتعز والذي سوف يكون ضيفا في سيئون خلال شهر 12 في تصفية المجموعات التي تأهلت إلى النهائيات ومن خلال هذه التصفية النهاية سوف يصعد البطل إلى نهاية آسيا ونهاية البطولات العربية هذا هو الدوري الوحيد الذي يقيم من خلال عام 2015 حتى 2017 يعتبر دوري شبه رسمي يشرف عليه التحدي من كورة القدم طبعا نتمنى من وزارة شباب الرياضة أن تعيد الدعم الذي كان مخصص للأنديا وقدره خمسة مليون وأكثر أما ما يحصلوا عليها الآن الأندية من خلال الدعم المقدم من مكتب شباب الرياضة في المحفظة لا يفي حتى للعبة واحدة والأنديا فيها نشطة كثيرة ومختلفة فأعتقد هذه رسالتي للوزارة شباب الرياضة بأن يقوموا بجدولة الدعم للأنديا لكي يستطيعوا أن يمرسوا نشاطهم نحن كاتحاد نرسل مذكرة لأنديا المحفظة للمشاركة في أي بطولة ويوجد العائق الوحيد عندهم المال كيف ينقل اللاعبين إلى الملعب كيف يشتري أدوات رياضية كرات وهذه كلها مهمة لإقامة النشاط نادي فالاتحاد طبعا عندما يقيم النشاط لا بد أن يبحث عن المال أولا سواء من دعم أو من مكتب شباب الرياضة أو من التحليمي كل قدم كما كان في السابق نزول الدعم والمخصصات إلى الاتحاد كل قدم نستطيع أن نقوم نشاطنا دون بحث عن دعم من أي شخص كان سواء كان دعم أو شخصية رياضية أو تاجر أو رجل عمال أتمنى أتمنى لاستبرارية النشاط في محافظة تعز خاصة ونحن محاصرين منذ ستة أعوام لم نستطيع التحرك الجاد في هذه المحافظة أتمنى من الجميع أن يقف إلى جوال رياضيين سواء كان في الأندية أو في الاتحادات ومناشدة وزارة شباب الرياضة بصرف المخصصات خاصة ونحن محافظة محررة أسوة بمحافظات الموجودة في عدن وأبيان ولاعج وعضرموت والمهرة والذين يستنون مخصصاتهم متكاملة كونهم قريبين من نزارة شباب الرياضة المتعجدة في عدن أتمنى من رئيس التحدي من الكرة القدم الشيخ حمد صالح العيسي بأن يدعم في الاتحادات ويدعم الأندية لاستبرار للأنشطة ما نقوم بإيمان أنشطة خلال هذه الأعوام بالنسبة لنا جيد جدا خاصة في ظل الحرب هذه الدائرة علينا نتمنى أن يكون أفضل وذلك سوف يكون أفضل من خلال تواجد الدعم المالي في خبر آخر مشاهدين الكرام استمرارا لعروضاته المتميزة ونتائجه الإيابية منتخب جامعة سيئون ممثل اليمن في البطولة العربية لكرة القدم للصلاة يفوز على منتخب الصومال بسبعة أهداف مقابل خمسة وذلك في المباراة التي أقيمت صباح السبت الثاني من نوفمبر في العاصمة الإماراتية أبوظبي وقد أظهر لعبو المنتخب مهارات ولياقة بدنية عالية مكنتهم من الاستحواذ على معظم وقت المباراة بمجب خطط وتعليمات مدرب المنتخب الكابتن مجدي سليمان مطران يذكر أن هذه المباراة هي المباراة الثالثة التي خاضها منتخب جامعة سيئون في البطولة العربية حيث تعادل في مباراته الأولى مع منتخب تونس ثلاثة لكل منتخب وخسر أمام لبنان إثنين لصفر الجدير ذكره مشاهدين أن منتخب الجامعة ممثل اليمن سيخوض مباراته القادمة أمام منتخب الأردن قد يكون عندك اطلاع على هذه البطولة يعني الآلية التي تقام فيها بطولة هي يعني المنتخبات الصالة ومثل اليمن منتخب جامعة سيئون منتخبنا تأهل قابل منتخب سيئون منتخب الأردن وخسرها بس تأهل بفارق الهداف لأنه مسجل سبع هداف على منتخب الصومل وتأهل إلى الدور الثاني الدور الثاني بين طريق يوم السبت يعني يعتبر آلية البطولة هل تختار من جامعة معينة أو هي شوفها تتبع تحدي الصالات هي الآن يعتبر منتخب جامعة سيئون الأفضل هل بيصير تصفيات عندنا في اليمن مثلا؟ هي كان موجودة في حضراموت وقومت هذه التصفيات داخل حضراموت بالتالي يعتبر بطل التصفيات في اليمن بطل التصفيات هو بطل حضراموت بطل كاس حضراموت منتخب جامعة سيئون ولذلك مثل اليمن كونه الأفضل نعم في خبر آخر مشاهدين الكرام وفي جانب الإعلام الرياضي الذي أشبعناه طرحا في هذه الحضارة حلقة فبرعاية من وزير الشباب والرياضة المصري تنطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة فعالية المهرجان الدولي وأعمال الملتقى الثاني للنادي الدولي للإعلام الرياضي والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام متتالية تشهدها أم الدنيا أوضحت اللجنة الخاصة بالجوانب التنظيمية والتنسيقية للمهرجان والملتقى بأن المشاركين الذين يمثلون المختلف الوسائل الإعلامية على المستوى العربي والدولي والبالغ عددهم نحو أكثر من 70 إعلاميا وإعلامية من مختلف الدول وصلوا بحمد الله العاصمة المصرية وأكدت أن اللجنة انجزت الترتيبات كافة المتعلقة بالإقامة واحتضان المحاضرات في إحدى أكبر الفنادق المصرية المتميزة مشيرة إلى أن المشاركين سيتلقون دورات ومحاضرات تتمحور في صناعة الإعلام المحترف والإعلام الرقمي والتنسيق الإعلامي وكيف تصبح مذيعا إضافة إلى حوار إعلامي مفتوح مع شخصيات مؤثرة ومحاضرة مع المشاركين تحت عنوان رياضة الدورات وتطرق الباب العربي وتتضمن عرض فيلم تسجيل عن نشاط الاتحاد والتعريف برياضة الدورات وقوانينها وكيفية تغطيتها في الإعلام بالنسبة للصحفين كما أكدت اللجنة أن المشاركين سيحظون ببرنامج زيارات لعدد من الأندية المصرية العريقة والالتقاء بشخصيات رياضية مصرية مشهورة على المستوى العربي والدولي وزفت اللجنة بأنه سيتم منح أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من الفائزين في المهرجان كؤوس كما سيمنح باقي المشاركين شهادات تقدير وميداليات الاتحاد الجدير بالذكر المشاهدين أن المنتقل الإعلامي هو الثاني بعدما جرى المنتقل الأول بجمهورية تونس الشقيقة والتي تصديف مقر النادي ويشارك كممثلين عن اليمن عدد من الإعلاميين شباب المتخصصين في الإعلام الرياضي يمثلون وسائل الإعلامية مختلفة وهم ضمن ممن اكتسبوا عضوية النادي الدولي للإعلام الرياضي بعممية وباختصار في أقل من دقيقة كيف ترى الإعلام العربي بعممية الإعلام العربي الرياضي يعني ليس بالإعلام المهولة يعني ما هناك الإمكانيات والقنوات الإعلامية التي تجعلنا إعلام رياضي منافس نحن محتاجين قنوات محتاجين أقل حاجة تأهيل أو تدريب للإعلامين الرياضيين بشكل عام يعني المفروض أن هذا الاتحاد الدولي الاتحاد العربي للإعلام الرياضي أن يعقد كل ثلاثة شهور دورات تدريبية في عواصم الدول العربية من أجل تأهيل الإعلاميين الرياضيين في هذه الدول في هذه الدول يعني نحن محتاجين نتطور إمكانياتنا ننافس الاتحادات الأخرى نعم إذن أستاذنا عبد العزيز الفتح شكرا جزيلا لك ومشاهدين الكلام سنأخذ هذا الفاصل ومن ثم سنعود إليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فأكدت المصادر أن إدارة النادية التي لا تمتلك أي مصدر دخل في الوقت الحالي ما جعلها تعلق ألعابها وإبقاء كرة القدم قد وصلت إلى قناعة تامة بإقرار البقاء في عدن وعدم ذهاب إلى سيئون التي تستضيف نهائية الدوري التنشيطي لهذا فإن القرار بحسب المصادر الصائب هو الانسحاب من نهائية الدوري التنشيطي للاستدفاذ أكثر حول هذا الموضوع عن أوضاع نادي التلال والرسائل التي قدمها لنادي التلال رئيس نادي معي هنا رئيس نادي التلال عارف ياريمي أهلا وسهلا بك أستاذ عارف أستاذ عارف كما شاهدنا هناك أنباء تتحدث في مصادر في أرواقات نادي التلال عن انسحابكم من الدوري التنشيطي نبدأ بهذا الخبر وبعدين تحدثني عن وضع نادي التلال ما صحة انسحابكم من الدوري التنشيطي بسم الله الرحمن الرحيم أولا نشكر قناة عدن وبرنامج الستوديو الرياضي للاستضافتنا لتسليط الضوء عن نادي التلال ومعاناة نادي التلال وفي البداية طبعا نبارك لفخامة الرئيس عبد الربو منصورة هادي ووزارة شباب الرياضة واتحاد كرة القدم واتحاد القودو للإنقاذات التي حققوها في عام 2019 وعام 2019 طبعا إنقاذات رياضية غير عادية ونشاطات رياضية غير عادية على مستوى الوطن بالنسبة لسؤالك حول مدى صحة انسحاب نادي التلال من البطولة التنشيطية طبعا لظروف نادي التلال ونتحدث فيما بعد حول هذه الظروف كانت هناك آراء متعددة داخل أرويقة الإدارة نفسها وعملنا عدد اجتماعات طبعا وكانت الأراء متناقضة ما بين الانسحاب وما بين الاستمرار لكن نحن أنا بصفتي ريس نادي التلال مستمر في البطولة لن ينسحب والتلال إن شاء الله بإذن الله منافس قوي في البطولة وكما يقول القماهير وهي دائما تردد التلال المرض ولكن يتشافه وبإذن الله التلال مستمر والقهاز الفني مستمر والخيرين كثير وبإذن الله صوتنا يستمع للناس يستمع للسلطة المحلية ويستمع لرقاء الأعمال يقوفهم ودعمهم نادي التلال كنا قد نقشنا منذ سبعين وضع نادي التلال وهناك نوعا ما الجماهير يعني في حالة سخط كبير حدثنا عن وضع نادي التلال حاليا بعمومية لو صلتنا الضوء عن وضع نادي حاليا طبعا نادي التلال الرياضي نادي كبير ومعروف عميد الأندية للأسف موقعه يعني موقعه في حقات منشآته أساسا التي نحن نستبيد منها كإيجارات موجودة في حقات وحقات منطقة عسكرية والكل يعرف ذلكلام فملعبنا وأيضا إدارة النادي الأساسي مسبح حقات أيضا والمبنى أيضا القديم كله موجود في حقات ودخل نادي التلال أساسا عشان تكون القماهير والناس بالصورة دخل نادي التلال هو من إيرادات هذه المنشآت بالتالي من 2015 تخيل أنت إلى الآن واللي قارت موقفة كيف كنت تسجير أمور النادي؟ طبعا في فترة من الفترات كان هناك طبعا لا ننسى الفضل الأستاذ رشاد هايل هو يدعم نادي التلال ويدعم لأنديها في عدن بمبلاغ مالي نوجهه التحية نوجه التحية خلال هذا البرامج ومستمر الحقيقة الدعم هذا وإذن هناك يعني خلال السنتين الماضية هذه كان هناك في اتفاقية عقد إيجار مع مجلسة الوزراء ومع مكتب رأسد القمهورية للاستفادة من بعض المكاتب المقودة في الملعب وإيضا المبنى معنا في داخل حقات فعملنا معهم عقود ونستلم منهم إيجارات ونمشي كانت الأمور طيبة جدا والأشياء التي يمكن أكثر الناس لا يعلموا فيها أنه نادي التلال النادي الوحيد في عدن كان يعطي رواتب لللاعبين والأقزة الفنية من بعد الحرب إلى اليوم الذي أنا أكلمك فيه مستمر في إعطاء رواتبهم رغم الواقع التي تعيشتها أدارهم الظروف والمعاناة ويمكنكم التواصل مع اللاعبين واسألهم تتفسروا منهم نحن عانينا فقط من الشهرين الماضية بسبب الأحداث الأخيرة بسبب الأحداث الأخيرة وحكم أنه إيقارتنا مش مع رجال عمال إيقارتنا نحن مع دولة صحيح فأنت تعرف الأمور المالية والمخلصات مع الأمور المالية يعني تلاقيها نوع من الصعوبة مع الحكومة لكن الآن يعني الآن قد فيه توافق سياسي كما شاهدنا هل تتوقع يعني في الأعلى الأمد القريب ستعود الدولة إلى عدن وقد يتمحل حالة هذه الإشكالية لا لا الآن الأمور طيبة جداً في تواصل الآن مع مكتب رأس القمهورية بنسبة الإيقار حق مكتب رأس القمهورية والأمور طيبة وكذلك في تواصل مع مقلسة الوزراء والأمور طيبة بإذن الله نطمن الناس نقول لهم أمور نادي التلال إن شاء الله تتحسن يوم بعد يوم بإذن الله وزي ما قلنا نعني التلال يمرض لكنه يتشافه وصدقونا التلال كبير وهذه أزمات يعني يعني يحصل في كل نادي مش في نادي التلال لأن الأمور المالية ما تقدر أن تتسير نادي إلا بالمال والنادي ليس فريق كرة القدم فقط نادي بشكل عام ليس فريق فقط وعشان تكون بالصورة أنت وأيضاً القماهير نادي التلال فيه أنشطة متعددة كثيرة نحن قادرين نحصل النشاط في النادي في مجموعة من اللعاب فقط لكن نادي كبير مثل هذا وشعبية كبيرة وأبناء محافظة عدن كلهم يعني يحبوا نادي التلال فنحن عندنا أنشطة غير عادية داخل النادي أذكرك الآن أنا في كرة القدم معنا في كرة القدم لفريق الممتاز معنا فريق براعم معنا فريق شباب معنا فريق أولمبي أتخيل هذه الفئات كلها تمارش نشاطاتها وهذه طبعاً يحتاج إلى مبالغ مالية أكيد واحد معنا كرة السلة ونادي التلال بطل كرة السلة على مستوى اليمن معنا الفريق الممتاز ومعنا فريق الناشئين ومستمرين في نشاط ومنافسين في بطولات داخل عدن وغير عدن معنا تانس الطاولة حتى شاركتوا في بطولات خارجية بالنسبة للسلة نعم معنا تانس الطاولة بطل تانس الطاولة في عدن هو نادي التلال فريق ممتاز وفريق أيضاً شباب وناشئين مستمرين في التدريبات وفي الأنشطة معنا فريق ألعاب القوة معنا رفع لتقال فريق منافس وبطل في عدن معنا تايكندو معنا كرة اليد معنا الملاكمة هذه كل أنشطة موجودة في نادي التلال نادي متكامل نادي متكامل نحن ما نشن نعمل مثل أنذية الباقية نحصر نشاطنا في نشاط معين في فريق معين وركز عليه ونسيب الباقية للنشطة المواهب في عدن متعددة كثيرة ما هي شكرة قدم فقط الله أعطيك العافية هي عدة هوايات مع الناس فهذا هو النشاط الموجود حالياً في نادي التلال الرياضي رغم المعاناة رغم الظروف يمكن الغلبية الناس تتكلم عن التلال وهم بعيدة عن نادي التلال يعني للأسف أنا مش شغل أنه تنظر لكن خليك أنت قريب من نادي التلال وشوف إيش أول حقا إيش النشاط الموجود في نادي التلال وإيش المعاناة الذي يعانه نادي التلال وبعدين أنت تنتقد طبعاً ما في إدارة مكتملة أكيد في أخطاف في سلبيات في كل إدارة لكن نحن نقول الحمد لله نحن قدرنا خلال الست السنين أو الخمس سنين اللي نحن ماسكين فيها إدارة نادي التلال أن نحن نسيّر نشاط نادي التلال وفي ظل الواقع وفي ظل الظروف الصعبة الصعبة جداً نادي التلال أنت تخيل أنه أول ما دخلوا الحيتيين مدينة كريتر أول ما دخلوا دخلوا على طول نادي التلال ورياضي تمترسوا في النادي لولا أنه يعني كانت حكمة مننا ودخلنا النادي خلال ساعات بسيطة أخذنا الكؤوس كلها تاريخ نادي التلال ميطمين الناس أن الكؤوس موجودة في حفظ الصون تاريخ النادي تاريخ النادي مئة وخمسة عشر عام موجودة الكؤوس كلها في حفظ الصون لكن النادي نفسه تضرر كثير نفسه النادي يعني أنت ما تكلمش برضو عن الحرب حتى الانفجارات اللي حصلت والاشتباكات اللي حصلت كلها أصباح النادي الآن الرئيسي النادي الرئيسي الآن هو يعني شبه مدمر بالنسبة لبنية التحتية للنادي هل هناك وعود تلقيتمها في إعادة بناء هذه الأماكن التي دمرت كنتجة للحرب طبعا أولا نقدم الشكر أول حاجة للمأمور خالد سيده مأمور مديرة كاليتر لأنه الأخ المأمور ومديرة التخطيط مكتب التخطيط في عدن الأخت انتصار أذرقوا النادي المحمدي هو أقدم نادي على مستوى الوطن التحاد المحمدي التحاد المحمدي من ضمن ميزانية 2019 والآن لا يوجد ترميم فيه في النادي المحمدي النادي الآن نادي الرئيسي لنادي التلال اللي هو أمام مبران الحجرة والقوازات اللي تضرر كتير واللي ما نقدر نحن ندخله لنادي هذا الآن مكتب الإنشاءات من ضمن عندهم خطة المتضررين يعني المباني الترميمات المباني المضررة من الاشتباكات والآن برضو يعاملين فيها ترميمات في النادي فنحن نبشر الناس نقول للناس أطمئنه للجماهير وغير الجماهير نقول أطمئنه النادي إن شاء الله بخير النادي المحمدي الآن يترمم والنادي الرئيسي يترمم وإن شاء الله الأمور تعود الحكومة إلى عدن وتبدأ إيقارات النادي تعود تعود والنشاط موجود أساسا ما نقطع شهر واحد والأكثر برضو عشان نكون بالصورة تخيل أنت إدارة نادي التلال تجتمع في غرفة يمكن خمسة متر في خمسة متر أصغر من الغرفة اللي أنت فيه نادي التلال نادي التلال العراقة هذا النادي بعراقة النادي يدير نادي التلال بغرفة أصغر من هذه الغرفة في ملعب الحبيشي طبعا داخل ملعب الحبيشي وغرفة من وراء في ملعب الحبيشي ونشتغل وبحدود المتعة ومنافس وما تقولش انه يعني في انتكاسات في الالعاب ولا بالعكس منافس قوي في كرة القدم منافس قوي وبطل في السلة وبالتينيس وبالرفع الاتقال وبالملاكمة وكل الالعاب فنحنا نقول للناس اطمئنه والامر ان شاء الله باذن لا تكون بخير كنت قد تحدثت في بداية حديثك عنه الفين وتسعة عشر نوعا ما الرياضة اليمنية عاد لها لقها ورغنقها وبدأت في حراك رياضي كبير هذا العام حدثنا يعني هناك استئناف للدور التنشيطي هناك استئناف ايضا في بطولة دور الملكة بالقيس كيف ترى الرياضة بشكل عام في عدن خصوصا وفي اليمن عموما حاليا طبعا انت في بداية البرامج اظهرت صورة لقماهر نادي التلال هذه القماهر الكبيرة هي في بطولة بالقيس وبطولة بالقيس يعني احيات نوع الماء رياضة عدن كان في قمود يعني من خصوصا في كرة القدم كان في بطولات ودية لكن لا نحن طبعا نادي التلال كان مستمر في النشاطات بنخصان كرة القدم لانه كانت قلنا دعوات من بعض المحافظات وكاننا نقيم بطوء يعني مباريات ودية بفعاليات معينة يعني لكن بطولة بالقيس كانت هي هي تقدر تقول اول نشاط رياضي اول نشاط رياضي يعني قذب القماهر بشكل غير عادي في في الجمهور متعطش بطبيعة الحالي اكيد مية في المية وبعدين اقال اقال انا الدوري التنشيطي اللي هو يعتبر يعني يقدر نقول عليه شبه رسمي من الاتحاد العام للكرة القدم رغم انه لنا ملاحظات حول هذه البطولة ما هي لدي ملاحظات يعني نقدر نقول عليها انه ما كانش فيها نوع من التخطيط لانه تخيل انت الحد الان الاندية اي الان الاندية ما عندش علم متى بيكون لبطولة النهائية هو صحيح وما حددوا المكان بس ما حددوش بالتالي الاندية الان تصرف وهذه رسالة نوصلها للشيخ احمد صالح العيسي والاتحاد العام للكرة القدم الاندية الان تصرف مبالغ كبيرة لمحترفين عقود ورواتب ونحن لحد الان ما عندنا علم متى بالضبط البطولة عشان تستعدلها زي الناس يعني بالضبط ايضا رسالة تريد ان توصلها لا عشان نستمر في الكلام حول النشاط الرياضي طبعا ما اقتصيش النشاط الرياضي فقط في كرة القدم في 2019 لأين الالعاب المختلفة الالعاب المختلفة في السلة في التينيس في رفع الاتقال في كرة اليد والدراجات في كتير من العاب خاصة نتكلم على عدم لكن اكيد في نشاطات برضو متعددة وكثيرة في المحافظات الاخرى انا اتكلم على اطار انه 2019 كان نوع الماء افضل من السنين السابقة كامل حاليا هناك استعدادات من جميع الاندية وحدثك عن كرة القدم بحيث انها هي الرياضة الشعبية الاكبر كيف ترى حظوظ ناديكم في الدورية التنشيطية الذي سيقام في سيئون الذي لم يحدد كما اسلفت وقت البطولة تحديدا طبعا الاندية هي الثمانية هي تعتبر من افضل الاندية في اليمن وكل الاندية الان تبدأ المقهود غير عادي وتستعد استعداد غير عادي وكل نادي يبدأ المقهود ويستعد على حسب ظروفه المادية لكن نحن التلال نطمن الجماهير ان نحن منافس قوي باذن الله البطولة حاليا آلية البطولة حاليا كيف تشوف آلية البطولة تجمع كان في عدن تجمع في صنعه في ايب في كذا منطقة ومن ثم يجتمعوا جميعا في سيئون الآلية التي قيمت فيها البطولة ألا ترى انها يعني مواكبة للواقع الذي نعيشه في اليمن ما تقدر تعمل بطولة غير بالطريقة اللي عملوها لاتحاد اليمني الكرة القدم في ظل الواقع اللي حمد في ظل الواقع لا نقدب على نفسنا ولا شيء ويشكروه تشكري اتحاد اليمني الكرة القدم انه اقام بطولة بالطريقة هذه وانا اقول انها لحد الان اعتبرها الشبح ناقحة نقول كلمة ناقحة عندما تقام البطولة ونشوف نهايتها وفيه اوقات معينة وفيه لانه للأسف يعني كانت هناك فيه تصريحات من بعض اللقنات المسابقات يعني ما اخ يعني كان متناقضة انه شهر 11 وبعدين كان 10 وبعدين 11 ودحين وقوله شهر 12 فنطلب من الاتحاد اليمني الكرة القدم انه يوافي الاندية مثلا بالضبط بطولة تنشيطية لانه كل جهاز فني وكل ادارة نادي يقابل ان تعمل نفسها برنامج واستعداد هذا مش عندنا نحنا في قل الدول العالم دول العالم تعمل برنامج من بداية العام تعرف ايش معها في نهاية العام ليس في كرة القدم فقط فكل الاتحادات ايضا قبل ان اختم معك استاذ عارف رسالة اخيرة توجهها لجماهير نادي التلال هذا الجمهور الكبير الذي نشاهده اولا نقول لجماهير نادي التلال الف الف شكر على وقوفكم مع نادي التلال واتبتتم انكم انتم الرقم واحد ويمكن البعض لا يعلم انه قماهير نادي التلال تحصلت على القائزة في بطولة بلقيس القمهور الرقم واحد من الجماهير كلها الموجودة في القائزة وهذا ما شاهدناه يعني هذه الجماهير تستحق بطبيعة الحالية تستحق الجماهير هذه ونقول الجماهير اطمئنه الامور بإذن الله تتحسن في نادي التلال الصبر منكم والوفاء مننا نحن ليسنا يعني متمسكين بالمناصب ولا بالكراسي نحن ادارة تعبت واكتهدت ونقول ان شاء الله يكون وفقنا والخطأ موجود والتقسير موجود نحن بشر بالاخير لكن مثل ما نحن يعني نشيد بالقماهير ايضا نشيد بالناس الذين يساعدون نحن اخ اكرم والذين يوقفون مع التلال نحن مرع علينا في ظل الواقع نحن مرع علينا يعني يكون في العلم نحن مرع علينا ايام ما في معانا في خزينة النادي ريال واحد اعضاء الشرفة الداعمين لكن ما في معانا كان غير زي ما قلت له كان فقط معانا هذي المليون الريال الذي كان يسلمها لنا الاستاذ قزاء الله الفخير رشاد هايل هو داعم للانديا كله طبعا مش نادي التلال وهذا المليون هو كان يعني انه مش فيه شوية شوية هذا كان سؤالي هل مليون يكفي انه مش امور نادي بحجم التلال وانشطة متعددة لا لا في يعني هناك دعم الواحد يقول الحق وما يعني هذا يعني عمل يشكر له المجلس الانتقالي ادعم نادي التلال ادعم دعم غير عادي وما زال يدعم نادي التلال لانه حس انه يعني هذا هو نادي الوطن يعني لو نحن تخلينا عن نادي هذا صدقونا لو الناس تخلت عن نادي التلال رياضة ما في رياضة صدقونا رياضة ما اعتفي وهو اساس الرياضة في عدل وفي اليمن بعمل وما يتبت كلامي هو القماهر هذه اللي حضرت وما يتبت كلامي العشق الآن والتواصل اللي يتماعي في الناس عن قلقها عن مشاركة نادي التلال وانسحابه او عدم انسحابه فيوريك انه رغم صعب نادي التلال ففي ناس ادعمه النادي بظروف كان وقفت معنا نحن نشكرهم ما نقدرش نقازيهم والله يقول الحق اذا شكرا لك استاذ عارف يريمي رئيس نادي التلال شرفتنا وهنا ونورت الجماهير ونادي التلال مشاهدين الكلام لن ينسحب هو باق وسيشارك في جميع البطولات القادمة وستيزعود النشاط الرياضي شكر موصول لكم ايضا مشاهدين الكلام بهذا وصلنا الى نهاية حلقتنا لهذا الاسبوع من الاستوديو الرياضي الى اللقاء اشتركوا في القناة